الاخلاق دي عم. احلف. وقت قلة الادب والاهنة مفيش كلام ده. انت اكتر حاجة دايقتك. عارف ايه عبار مشكلة عندكم زكازة ملكوية? لا انا انا ما ببسطش لما حد ينتقدني. انت عارف كرازيني غير واسمي? انت عارف. من انتم? انت اكتر حاجة دايقتك. اكتر اكتر حاجة قريتها ولا اكتر حاجة عموما? اللي اتنين. مش عايز بقى ايه? مش عايز نغمأ بس انا 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 اكتر حاجة بكرهها التدني. في الزوق. ان احنا. فنشتم. ان احنا نشتم. ان احنا ببقاش عندنا زوق. ان اصله الانسان اصلا هو اللي خلاه انسان انه دوء. اه. انه مش حيوان. انك مش ماشي تلطش. انك انك بتراعي كل تصرفاتك وبتراعي مشاعر الناس وبتراعي اه 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 ما ما ينفعش تبقى ماشي همجي عمال تلطش في كل حاجة وفي كل الناس ومش فريق لك حد. وفي الاخر نقلب نلاقي نفسنا عايشين في حاجة لا تطاق او لا تحتمى. براحز ان الناس بتبتدي من امك. اه. اه. وعارف ليه? بتدي من امك ليه? اه? عشان قلت رأي عكس رأيه. طب يا عم يقول لي الرأي ده امي مالها. انا بستغرب جيم حكاية دي. ام. طب. امي. طب وانت موقفك ايه? لو انا قلتلك انا كمان امك. لا تبقى انت ازاي تعمل. انت اه انت بقى. للادب. وانما انت مباح ان البشرية كلها تقول لكم. وبعدين في حاجة تانية غريبة قوي. في تصنيف يخص درجات الثقافة. في وقت قلت الادب. دايما. يعني يعني واحد يجتمك. فانت مثلا ترد عليه. يقولك لا عمر. انت فروم ترد. ليه? انت انت برضو. انت راقي برضو. انت مش هتنزل للمستوى ده. ايوة تبقى الايهانة ايه? يعني الايهانة بفاش راقي مش راقي. معلش تكون متسامحا صبوحا. طب وهو عادي يجتم. هو شردوحا. هو علشان اصلا ما انت لو هتبص عليه. هو انت متعرفش ده ايه. ليس قفته على اده وعقله على اده ومخه على اده وتربيته على اده. لا لا. مش حاجة اسمها كده. وقت قلت الادب والاهانة مفيش كلام ده. مفيش حاجة اسمها اصل هو مستوى الثقافي مش عارف ايه? وانت مستوى الثقافي ايه? فانت مش المفروض تبقى. يعني ايه كماعة? ما هو دي برضو افكار غلط. ودي افكار بتبيح. لا بتهد مجتمعات. لا وبتبيح وتفتح الباب اكتر للغلط. انت لازم تقول انه اللي شتمك غلط. ولو انت شتمته فانت اخدت حقك. انت مغلطش. يعني بلاش بلاش قلب. اه بلاش يعني اسيب افاية للبشرين. ايوه مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة. مفيش حاجة اسمها انت فنان وراقفة لو هو هو اشتمك اعمل نفسك مسمعتش. انت وبعدين بعد انفجر يعني وبكرة وبعده. لا ما هو انت ما هو انت لما اعمل نفسك مسمعتش انت ضغط انت بسمعتش انت بسمعتش بجد. الفنان حساس بجد. ما هوش ما هوش كلام افلام ولا كلام برامي. لو ما كانش حساس ومرهف ما كانش عايب بقى فناني. حقيقي حساس ومرهف واقل حاجة بالدايق واقل حاجة اتأثر فيه. ففكرة الابداء الرأي او انك تقول رأيك بالشكل ده. طب تشتك انا احنا وصلنا كده ليه? عمر عمرنا ما كنا كده. عمرنا ما كنا. الحاجة بقى غريبة خلينا اقولك عليه. تقابل الناس في الشارع او في الحفلة. تلاقيهم كويسين. تقابلوا كويسين. الله. مالدون مين? مش عارف. من انتم? يعني انت تقابل وانت ماشي في الشارع يا حماية انا حموت وتصور ما انا بحبك انا سمعتلك كزا انا بحبك كزا. تخش الحفلة تلاقيها ارش كومبلي والناس قاعدة وبيزقفولك. تطلع من الحفلة تلقى الناس التانية. من هؤلاء? ما عرفش. انا ما عرفش ده ايه? يعني ما عرفش الشيء ده اصله هو ما عندوش ولا مبرر الشكل ده. احنا احنا على فكرة اه اه الشعب العربي هو شعب عاطفي. وبتحكمه مشاعره. فلما تبقى مشاعرك سابقة لازم تبقى مقدر قيمتها وخطورتها. ما ينفعش النهاردة التلطيش انا بشوف حاجاتي عمر والله العظيم. يعني. ليك ولغيرك? ما بسدق اهه ما بسدقش. لأ انا ما ببصش. اهه. انت براح دماجه. انا خلاص بتديت احس انه انه ده شيء اه. ومش بناء. ما فيش منه فايتة. يعني انت فكرة انك انت تقعد تنزل حاجة فتخش تشوف كل كومنت تكتبت وكل تعليق اتقال على على الاغنية. ده شيء مش مش هيفيدك في حاجة. بلعكس. ده هي هيديعك. لانه بصراحة. ومعرفش الناس ساعات بتقول غير كده. انا انا على فكرة انا انا بحبش نقطة. يعني مش مش ما بحبش التجريح. اه. لا انا انا ما انا ما ببصدش لما حد ينتقدني. الناس كتير كده على فكرة. لا الناس اغلبها تقولك انا ما بديش. انا بحب النقد. انا بديش من النقد البناء والنقد الناس تنتقدني عادي تتطول لا. لا انا على فكرة. انا على فكرة النقد بيضايقني كمان. والله العزيم يا عمو. عارف ليه بيضايقني? لان بحس ان في حاجة نقصة. ما هو انت هتنتقد تنتقد يعني ايه. انت هتقول يعني. يعني في حاجة مش حاجة باك. انت هتقول حلو بس دي بس دي اصلا انا بيتضايقني لما حس ان انا وقع مني حاجة. انا بيحصل لك كده. اه وقع مني ان انا ما كنتش تابس حلو في الحفلة دي. والله ما خدتش بالك من الجملة دي انت قلت الجملة دي غلط. حد يجي يقول لك الاغنية دي بس الكوبلي ده انت زي ما عدتوش. وهده نقط. بتضايق ان انا لو انا تكون وقت مني. يكون فعلا كان المفروض ان انا عديد الكوبلي ده بس ما عدتوش. فبيضايقني. بيضايقني بس بس ما بيجرحنيش. اه انما الجرح جرح تاني احنا رأيي ست عشرين. اه. التطول يجرح. التطول بيجرح. كل التحديات اللي قبلكني في المشوار ده. انا كنت بدخلها وانا عندي احساس ويقين اني هكسب. ما حصل ليش كده وقت الكورة وانا صغير. يعني انا مع اول خبطة في الكورة. خلاص. سبتها. مم. قلت لا 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 لا. انا عايز العب في الاهلي والبس اتناشر. عشان طاهرة ابو زيد. كان مجنني. طاهرة ابو زيد. وانا اشول فانا جات بالشكل ده. زي ما انا عايزه بالزبط كده. اهلا وسهلا. ما جاش كده. بش عايز خالص. وده اللي حصل في الكورة. انما في المزيكة لأ. تلعين اللي جابوني. من عملت كل حاجة. كل حاجة عشان اشتغلت في فرق واشتغلت نغني في افرح في السطوح. بقينا نغني في. فطري اخويا مسلا طالع رحلة مع مع الجامعة عنده في كل التجارة. ناخد بعدنا ونروح نغني معهم بلاش. عشان بس نسس معنا. عملت كل حاجة. كل حاجة. سجلت في الاستوديوهات. وسجلت كورة في الاستوديوهات. واشتغلت معها في لغاية اتعلمت اه اتعلمت با با با. انا فكر اول مرة سمعت اسمك. بدمير. اه بنا بايا مسيب الخير الشامع باسم. اه. قال لي ده حمائي قلتلو ايه? اه. قال لي حمائي ملحن وحيبقى مطرب عظيم. قلتلو اسمه يعني مش اه. قال لي لا لا حمائي حيبقى كويس اول. انت عارف كورة عزيني غير اسمي. والله اه امه عشان كده. في الاول. انا قلتلو مين? وات? اه. قال لي حمائي يا اخي. وكنا في مطعم صيني في الزمالك على فكرة وانت كنت اياع. ايه. فقال لي ده حمائي. ايه. قلتلو ايه ليل والحاجات دي. كنا خلاص تقريبا بنعمل اه كنا كنا بنعمل اه ناري نارين. ايوة. اه. فانا بيكل بقى. اللي ده حمائي? حيبقى مضرب كبير قوي. بترو اسمه ايه? ايه حمائي? بس نهاردة طبعا حمائي ملق السماء ولا فسر. كان عندي كان عندي الاحساس ده طول الوقت انه الاسم مش مخوفني. انا وانا وانا عائل صغير في المدرسة حمائي عادي. يعني محدش اللي بيستغرب الاسم الاول واحد بيسمعه. نعم. بس لما حت. بس بعد كده. حيوش شوية حيبقى مميز. بقى اهم حمائي في الدنيا. ربنا يخليك. تهتم برأي مراتك في الاغاني? جدا. جدا. بيطلع صح? اغلب الوقت. يعني اوقات كتير. انواعها معينة. من المزيج. اللي هي بتحبها وتسمحها كتير. فيه انواع تانية مش زوقها. فممكن نخش في نقاش فيه انها تعملها او ما تعملهاش. فانا دايما بقول لها انا لا انا بغني لكل الناس. وانت بتوع تتكلم مع مراتك وكده. احيانا. انا بجد يعني سنته صعب بتقوله كلام كده ما بيحصلش يعني. لا 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 والله. وخصوصا اصلها هي نعلة كمان ودناها كويسة قوي بتسمع مزيجة كويسة. وصوتها مزبوط حتى يعني ما بتدندن كده مزبوطة. مش وزوقها حلو في المزيجة طول عمرها بتسمع مزيجة كويس. وهي صغيرة كانت بتلعب يعني في في شوية مزيجة. بس اكتر كمان من النهاي عندها مزيجة يعني انا مهمنيش قوي رأيي متخصصين قد ما يهمني حد زوقه حلو في المزيجة كسمع. انتو تعرفتو ازاي? احنا تعرفنا في بتاع هي كانت فاشن ديزاينر. اه. وكان عندها بتاع بتاع بتاعتها. وكانوا عاملينه في الفيلا بتاع هي هي من عائلة درة. اه. اه. وكان كانوا عاملينه في الفيلا بتاعت اه حسن درة على الحمول الجد يعني. اه طبعا. وفي الزمالك. فرحت اه حضرت وتعرفت عليها في اليوم ده. وحسيت واليوم ده بالصدفة كمان كانت مامتها موجودة. اه بالمرة يعني. شفت الاتنين. اه. فارتحت كده وحسيت احساس جديد. كنت وقتها كنت حمائي ولا لم تكن حمائي بعد? اه اه كنت رايح ان انا حمائي. وتعرفت عليها وتعرفت على مامتها. وهو الحب من اول نظرة يعني. بس غريب يعني مش مش الاعجاب العادي بتاع اللي هو ممكن تشوف بنت تعجبك اه. لأ كان في حاجة زيادة. في حتة زيادة. اللي هو انا انا عايز اعرفها اكتر. عايز اشوفها تاني وعايز اعرفها اكتر. وفي راحة كده يعني. في في احساس مريح. اللي هو ايه الناس دول يعني. حاجة زيادة. وقدرت ازاي توصل لها ان انت معجب بيها. اتكلمنا تاني وتقبلنا تاني. وانا الحقيقة عملت حاجة كمان. يعني اتعرفت. لا بحب اعرف بتجيب التليفون ازاي. انا هقول لك حاجة. اه. اتعرفت في نفس اليوم ده على اه اه جزء اختها. الكبيرة. اه. واتكلمنا مع بعض واخدت تليفون واخدت تليفوني. وانا الحقيقة كلمته. هو ما كلمتهاش هي. كلمته هو الاول. انت قررت تدخل رسمي. اه قلت له على فكرة انا اه حصل كذا 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 وانا لما شفت نهلة اه حاسس ان انا عايز اعرفها اكتر. من اول مرة. وما ينفعش ابدا انا اكون دخلت البيت وحاول اعمل كده من غير. الاخلاق دي يا عم. اه والله. اه. عملت كده. كلمته قال لي انا طبعا بشكرك جدا على اللي انت عملته. وتمام على فكرة انا حبلغ حبلغ اللي انت اقولتو ليها. وبعد كده بقيت انا بتكلم انا وهي على طول. بس حسيت انه بما اني دخلت البيت من اول يعني انا عرفتها جوا بيتها. اه. وتعرفت على اهلها. اه. فما ينفعش هلفة حاول اجيب رقم تليفونها من مكانة وكلمها يعني. اهلوية لازمال كوية. كلهم للأسف اهلوية. مؤمرة. تفتكر ليه? عند فيه عايزين نكده علي او خلاص. ولا هم عايزين كده? يا ما عارفش. وفي حد ما عايز بيه. طب انت عايز ايه? ايه? انت كنت عايز ايه? اكل الناس تبقى زمال كوية. اه طبعا. احلف. اه طبعا. احلف. طبعا عايز زمال كوية. لا عمر احلف والله ما حسيبك. احلف. طبعا نيبو زمال كوية. احلف ان انت كنت عايز ولادك يبقى زمال كوية. ويتعزبوا العزاب اللي انا ما اتعزبوا. شفت طيب? شفت? لا يتمنى لعياله ان هم. اقول لك مفاجأة انت عارف ما كنت زمال كوي? كده برضو. والله العزيم. كنت زمال كوي? انا انا امي واخوية زمال كوي. الاتنين. ام. امي زمال كوي عمر. ناس محترمة. اكتر منك. ناس محترمة. لا لا بعنف. وما زالت. لحد دلوقتي. ام. وكل شوية اقول لها ماما خلاص باعة ما تعودش تحرايف ده. ده خلاص يا ماما. تقول لي. ما ده العيق ده اللي بيشجع الزمالك. فاكر الزمالك لما كسب في نهاية الكاس تلاتة. ايوة طبعا. كلمتني في التليفون. كان بالها كتير متعملش حركة دي. ام. فردت ايه يا ماما. اللي خايف يروح. هي داخل 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 المكالمة كده. اه 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 احنا ما ليش دعوة انا انا ايه. 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 زي ما لكو بس. قلت لها ايه? قالت لي المدرسة فتح التاني خلاص. الله الله الله. او الله العزيمة عمل. قالت لي مدرسة. زعمالك. اه اه. قلت لها يا ماما بالراحة. انت عملتوا ماتش جامد. مش مش يا ماما انت امي برضو. انت عملتوا ماتش جامد. اه. وكل حاجة بس بالراحة علشان ده مش مضمون. احنا كان عندنا سوبر بعده على طول اهلي وزمالك. قالت لي خلاص انا بقول لك المدرسة فتحت واللي خايف يروح. قلت لها تبصي. الماتش اللي جاي لو عملتوا كده تاني ها 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 امن على كلامك مبروك. بس هو الامتحان اللي بجد الماتش اللي جاي. اهلي وزمالك سوبر. ما حظيز. انت فاكر الاهلي ده بيكسب ليه? حظ. حظ غير طبيعي. اديها تسعة وتسعين. حظ غير يعني لا لا يمكن ان يتخيلوا احد. عارف ايه اكبر مشكلة عندكم زكازمالكوية? لا قول لي ايه اكبر مشكلة عندنا. اللي انت بتقوله ده. اللي ان كل حاجة الاهلي بيعملها انت بتقول عليها احظ. اشتركوا في القناة